السلام عليكم يا رب تكونوا بخير وكيد طبعا ما حدش فينا بخير طول محال اخوتنا للأسف كل يوم من كارسي لكارسي أكبر منه ربنا يا رب يربط على قلوبهم ونحسب إن شاء الله الكل اللي توفوا من الشهداء وربنا يا رب يرجعنا الشهداء في سبيله ويربط على قلوبهم ويصبرهم على اللهم ما فيه على قال بس عشان نعرف نجاوب ربنا لما يسألنا يوم القيامة عملتوا إيه لما كان حال المسلمين الحال اللي احنا فيه ده عشان نعرف نجاوبه يا رد نبطل الحزن اللي مالوش لازمة ولا هيغير أي حاجة وكل شوية من فيديو الفيديو تاني الحاجات دي مش هتعمل أي حاجة يا رد ما نستهونش بالدعاء عايزين ندعوهم على قد ما نقدره إن شاء الله إن شاء الله وكان وعده ربي حقه وقلق إن نصر الله قريب وفيه حاجة دانية مهمة جدا اوعوا تبطلوا تعملوا مقاطعة جدية لأي منتج من المنتجات المسوخ المصروعة دول الموضوع بيوجعهم أبي الله المستعان يا ربي ننكمل من صفحة 188 المدخنين لو ركزت فيهم هتلاقي معظمهم مدخنين متعصبين يعني بيتمسكوا بيه أكتر من أي حاجة وبشراها نسبة قليلة بقى هم اللي بيدخنوا على خفيف اللي عايز أقوله إن معظم المدخنين عارفين إن هم بيقتلوا نفسهم وإن نبقوهم زي لمؤخزة أي شكمان عربية أو حتى متذكر والكلام ده مش بس الكلام ده بسبب حجم الاتنين يا إما هم شايفين التدخين زي عكاس بيسندوا عليه وسط مشاغلهم إنه مش بتنتهي وإنه بيوفر لهم نوع من هنواع المتعة والسبب المنطقي التاني إنه ممكن يكون فيه خلل في الكيميا بتاعت المخة عندهم تخليهم يترجموا فكرته بشكل غلط الخلل ده بيكون عبارة عن إحساس الشخص إنه عنده إرادة ضعيفة مثلاً بيترجم في العقل بقى على شكل خوف من الفشل لو المدخن فكر في التبطيل بيكون حاسس إنه داخل على مهمة مشتحيلة مثلاً والاعتقاد ده بيزيد أكتر وأكتر لو كان فيه محاولات تبطيل فشلة قبل كده حصلت معاه الرحلة الكائبة دي ملهاش تفسير غير إنه فيه خلل في كيمياة تفكير في العقل افتكرت اختباس جميل شيرو كورمس لما قال لو خلصت كل التحليلات المنطقية قدامك عشان توصل للحقيقة ولقيت نفسك لسه ما وصلتش ساعتها الحل الوحيد اللي شايفه مشتحيل أو غير منطقي على الإطلاق تأكد إنه هو حل القضية بتاعتك يعني لما تلاقي حد بيدخن وقصد كل الخسائر اللي بتحصل له بسببه وكمان ما فيش أي مكسب لازم دماغه تصنع عزر يكون مقنع لي أكيد لو قال لي نفسه أنه أنا بدخن عشان أضيع الملل أو بدخن عشان ضغط الشغل مش هيكون سبب كافي إنما لو عقله شايف إنه بيدخن عشان عنده شخصية قابلة للإدمان أي حاجة زي التدخين مثلا الفكرة دي هتخش شعر هيحس ساعتها إنه معذور ومفيش في إيده الحل مقابل الفكرة دي بقى هتلاقي كل مدخن عنده العزر الخاص به اللي خليه تمسك بالتدخين أكتر وأكتر لو حابب تفهم أكتر إزاي عزر المدخن إن شخصيته قابلة للإدمان بيغير كيمية عقله تعال اسمع القصة دي واحدة من المدخنين اللي راحت عادت أرينكار عشان تبطل كانت بتحكيله عن طفولتها في المدرسة طفولتها كانت إن هي الأول على الصف وكانت ملتزمة جدا ومحدش بيشتكي منها لا في البيت ولا حتى في المدرسة الشخصية دي بقى لما كنا صغيرين كنا بنتريع عليها ومننتقدها هي ما بيانتش إن هي متضايقة من انتقاطتهم لكن هنا بدأ عقلها يغير الكيمية بتاعته عشان يصنع عزر يلزق فيه لحد ما يموت وهو إنه لازم يكون في حياة دي حاجة غلط عشان أكون مقبول للناس ومحسش إن يشزع عنهم تعال هنا بقى نفهم حاجة في غاية الخطورة الموضوع هنا مش إن هي عندها عزر قوي ده مجرد عزر بالمليارات الأعزر اللي كل مدخن عقله بيصنعها فيه بقى عقل باطن فهم حاجة هنا في قمة الخبس وكل المدخنين مش بيلحظوها وهي إنه هي أو غيرها من المدخنين لأنه هم لازم يمشوا مع الطيار ويعملوا اللي بيعملوا غيرهم عشان يحسوا بانتماء اللي حواليهم وميحسواش إن هم ممبوزين لو الحقيقة دي ما اقتنعتش بيها هقولك بسيطة تعال خلينا نفترض إن أعزرك اللي صنعته لنفسك عشان تستمر في التدخين حقيقي ومنطقي تقدر تقول لي إيه اللي مخليك لما تجي تبطل تلاقي نفسك مش عارف وتحتاج مساعدة عشان تبطل لإنك ببساطة من غير زعل زي السمك اللي لقاطت الطعم سواء بقى استوعبت إن الطعم ده أجل أو وهم هي خلاص علقت في الهج اللي مساكها باختصار أنت مش شخصيتك مدمنة أو الحجة دي خالص لازم الأعزار دي تختفي من مخك وإلا أنت هتدخن لآخر يوم في عمرك تعال أساعدك تمسح العزر اللي انت عملته نفترض إن عندك شخصية مدمنة فعلا وإن عزرك تحقيقي ونمسددك لو طلبت منك تلاقي السبب الحقيقي وراء إن مثلا الناس اللي بتغرق في نهر النيل كل سنة من الجنسية المصرية هم أكتر من الجنسية الروسية مش معنى وقلتلك لو عرفت السبب ليك عشان تغرف دولار السيدي أكيد هتقول لي وفر فلوسك وده لأنه نهر النيل في مصر مش في روسيا أكيد مش هتقول لي المصريين عندهم شخصية الغالق في نهر النيل أو بيحبوا نهاية حياتهم بتكون فيه حاجة تانية هل تقدر تقول لي اللي بيعملوا تزلج على التالك كتير منهم بيحصل لهم كسور ليه؟ أكيد برضو مش عشان هم شخصيتهم مكسورة وبيحبوا التكسية أظن الفكرة وصلت تعال نشوف صورة مختلفة بتخلي التدخين منطقي جدا بالنسبة لك كمدخن ومش عرف تبطر ربنا سبحانه وتعالى بيقول وخلقنا من كل شيء إن زوجين خير وشر، ذكر وأنثى، كن وبشر، جنة ونار، مية ويابس وإلى آخرة هتلاقي دماغي المدخن بتبص للحياة بنظرة اللابية وسود يعني الناس عبارة عن قسمين، واحد غير مدخن والتاني مدخن أنت كمدخن بقى شايف إن اللي مش بيدخنوا دول المساكين محرومين من المتعة اللي أنت مسدق إنك عايش فيها مع السجاير وبالتالي منطقي إنك ما تكونش من ضمنهم يارب تكون اقتنعت ولو لا برضو ما تلقش في نهاية الكتاب تفكيرك إن شاء الله هيتغير وهتبدأ تفكر صح بخصوص فكرة التدخين اللي ترولي تكون مقتنع بي دلوقتي إن انت ما عندكش شخصية مدمنة أو ده نوع شخصيتك الحقيقي أنت بتاخد حاجة بتدخل بتدخلك مادة لجسمك خلتك مدمن لا أكتر ولا أقل والمادة دي أنت اللي تخدتها جسمك بقردتك زي بالظبط واحد كل يوم يسحى يحط لزق جروح على صبعه وصبعه ما فيهوش ولا خربوش واحد ليه بقى بيحطوا مرة تانية وتالتة وربعة لحد ما يموت لأنه في مادة جلده بيشربها خلته يحتاج يحط اللزق بشكل متكدل السجائر بقى طبعا واضح للكل إن هي أكبر وأخطر بكتير من موضوع اللزق ده لأنه هل السجارة التانية اللي اشربتها هعالجت نقص النكوتين عندك؟ اطلاقا دي بتزود الحاجة لي عشان كده معظم المدخنين عدد السجائر بيزيد معهم بشكل تدريكي كل ما استمروا في التدخين كل ما بيزيد عدد السجائر اللي بيشربوها وأكيد يرتبون لحزين ده كمدخنين كده وصلنا لنهاية الشابتر يا رب تكونوا استفدتوا وإن شاء الله مكام بريم عوضة سلام علي